المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية جداول تظهر تصريف الصفات الحقيقية حسب الحالة الإسمية واحد في حالة المفرد زبت شاغر الحالات الإسمية الصفة والموصوف الصفة تيأوى قصحة ثاغر الجبل العالي ثاغر العالي وجر قصحة ثاغم الجبل العالي ثاغم العالي لج قصحة ثاغم جا باتجاه الجبل العالي ثاغم جا باتجاه العالي غونف قصحة ثاغو الجبل العالي الذي ثاغو العالي الذي ثنين في حالة الجمع بابتاغر الحالات الإسمية الصفة والموصوف الصفة تيأوى قصحة ثاغخر الجبل العالي ثاغخر العاليات وجر قصحة ثاغخم الجبل العالي ثاغخم العاليات لج لج قصحة ثاغخم جا باتجاه الجبال العالي ثاغخم جا باتجاه العاليات غونف قصحة ثاغخو الجبال العالي التي ثاغخو العاليات التي جداول تظهر تصريف الصفات غير الحقيقية حسب الحالة الإسمية واحد في حالة المفرد زبتاغر الحالات الإسمية الصفة والموصوف الصفة تيأوى نيبرقازيتر جريدة اليوم نيبرر اليوم وجر نيبرقازيتم جريدة اليوم نيبرم اليوم لج نيبرقازيتم عن طريق جريدة اليوم نيبرمج عن طريق اليوم غونف نيبرقازيتو جريدة اليوم التي نيبرو اليوم الذي ثنين في حالة الجمع باب صاغر الحالات الإسمية الصفة والموصوف الصفة تيأوى نيبرقازيت خر جرائد اليوم نيبرخر الأيام وجر نيبرقازيت خم جرائد اليوم نيبرخم الأيام لج نيبرقازيت خمجة عن طريق جرائد اليوم نيبرخمجة عن طريق الأيام غونف نيبرقازيت خو جرائد اليوم التي نيبرخو الأيام التي مفاضلة الصفات قيبجمرا زفغدانمرا المفاضلة هي المقارنة بين الأشياء أشخاص حيوانات جماد حسب النوعية أو الخاصية أو صفاتها المميزة وتوجد عدة حالات تتفاوت فيها درجة التفاضل تتراوح من التساوي وحتى درجات متفاوتة من المفاضلة ويمكن أن نعبر عن درجات المفاضلة بتعابير المقارنة إذن المقارنة من الدرجة الأولى تشمل درجة شبه التساوي والتفاضل بدرجات قليلة أما المقارنة من الدرجة الثانية فتشمل درجات أعلى ومتفاوتة تستخدم عمليات التفاضل مع الصفات الحقيقية فقط ولا تقوم بها أشباه الصفات واحد المقارنة المفاضلة من الدرجة الأولى وتتم المفاضلة بين طرفي المقارنة باستخدام الكلمتين أو المصطلحين ناح أكثر ناحي والأكثر ويمكن أن تستخدم كلمة ناح وحدها وهي تأتي قبل الصفة والاسم معاً ويمكنها أن تفصل بينهما ولكنها تبقى قبل الصفة دائماً واحد أمثل على استخدام ناح أ قبل الصفة والاسم أفضل حصان جيد ناح صدو ب بعد الاسم وقبل الصفة أفضل حصان جيد صناح دو اثنين أمثل على استخدام الكلمتين ناح وناحي معاً في نفس الجملة الحصان أسرع من الحمار صر شدم ناحي ناحب سنج القشدة أطيب من الجبن شاتر قايم ناحي ناح أصر لاحظ أنه يمكن أن نفصل بين أداتي المقارنة ويمكنهما أن تتبادل موقعيهما دون تغيير في المعنى إليك هذا المثال الكلب أكبر من القطة حر ناحي شاتوم ناحي الكلب أكبر من القطة حر شاتوم ناحي ناحي لاحظ أن أدات المقارنة ناح تأتي قبل الصفة دائما ومترافقة معها أما الأدات الثانية ناحي تأتي بعد الإسم الثاني المقارن معه وتكون مترافقة مع الإسم أيضا اثنين المقارنة المفاضلة من الدرجة الثانية أي الأشد أو الأكثر أو القصوى وتتم هذه المقارنة باستخدام اللاحقة ج مع الصفة للدلالة في تميزها في الصفات أمثلة مقارنة من الدرجة الأولى مقارنة من الدرجة الثانية ناحبت أكثر متانة أمتن ناحبتج الأكثر متانة الأمتن ناحثص أكثر قوة أقوى ناحثصي الأكثر قوة الأقوى ناحبت أكثر متانة أمتنا